تأخر صرف رواتب الموظفين هذا الشهر وككل شهر ارتبط بسوء الوضع الاقتصادي والمعونات المقدمة من الدول المانحة ليكون أصعب من غيره كونه شهر تكثر فيه الأعباء والمصاريف ليطال هذا التأخر كافة الشعب الفلسطيني لارتباط دخل الموظف بكافة شرائح المجتمع جميع الناس شبكة واحدة الموظف مربوط مع السائق ومع صاحب السوبر ماركت والرواتب جميعها لما بتتأخر على شخص واحد بتأثر على جميع الناس الموظف باستنى اخر شرط فيمسك راكبه وبيكون ميخل عراتبه كثير شغلات فشهر رمضان بصرفه كثير يمكن يكون ضبل الأوضاع السياسية الأخيرة كان لها أثر كبير بتأخير صرف رواتب موظفين القطاع الحكومي حيث احتجز الاحتلال أموال المقصة مؤخرا بعد إعلان المصالحة الفلسطينية يعني أكيد المشاكل السياسية والمشاكل بتصير في العالم أو بشكل خاص في فلسطين بتأثر على أزمة الرواتب خصوصا نحن دولة بتعتمد على المعونات يعني ما في نحن مش دولة بتعتمد حالها في تغطية رواتب الموظفين وفي السياق ذاته أعلنت وزارة المالية أن رواتب الموظفين ستحول غدا للبنوك دون أن تشمل رواتب موظفي حماس وهم نحو خمسين ألف موظف في وقت قدمت به قطر مبلغ عشرين مليون دولار لحل هذه الأزمة إلا أن خلافات دارت حول كيفية استقبال المنحة تجنبا لأيات إجراءات عقبية من إسرائيل أسبوع مرة على شهر رمضان الكريم ويبقى الحال الفلسطيني على ما هو عليه وضع اقتصادي متردي لارتباطه بالأزمة السياسية على أمل الانفراج بصرف رواتب الموظفين لتلفزيون القدس لم أبو هلال رام الله أينما أذهب عنوان يبقى دائما القدس أنتم أيضا يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس دوت كوم ادخلوا الآن إلى mail.alqds.com ايميل القدس الايميل العربي الجديد